مؤسسة واحد من الناس قدرت أن تعمل مشاريع أغنام للمرأة المعيلة في مركز تما في محافظة سهاجة عشان تقدر الأم تربي ولدها من غير ما تمدي أديها وتقدر تصرف عليهم من عرق جبالها شوف التأجير اشتركوا في القناة جزي ميت ومعي عيلي جاية ناخد عنزة أتمفال نجيب حاجة للعيال عيال صغيرين أطفال معي تلات عيال أيتام الرب فيهم لما أخذ ودخل نجليل ونسع لك الدينة وكذا هدوني لما أخذ مشروع معيز عشان نقدر ننكادش ونصرف على عيالي نشكر حضراتكم أهر الخير ربنا واحد من الناس ربنا يبارك ليا رب ويبارك لكم ويشترها معاكم يا رب دينة وآخرة وما يحوتكم ولا أعزكم من الحد يا رب أربع بنات ولاية والرب فيهم يتام أبوهم ميتين ومعايا ويعلم ربنا واحد من الناس سلمني عنزة مشروع أي والي حلو ده خير كثير يديك ويرضيك وعليك ما فيش غير قبض الشهرية يعني اللي بيدخل علي وكذا يعني جو مؤسست واحد من الناس عشان يجدون مشروع المعيز نشكر واحد من الناس ويعفعانهم وخليهم يديهم طلط العمر أنا جاء نهاردة نستلم معيز من مؤسست واحد من الناس بحيث نساعدنا على المعيشة ونصرف بها على الأطفال والأسفل ألف ألف شكر على مساعدتهم لنا وتنميتهم لنا مؤسست واحد من الناس للأعمال الخيرية بتقوم بتوزيع عشرين مشروع لأهالي القرية معظمهم من السيدات المعيلات ومعظم المشاريع دي ماعز وأغنام إحنا بنأمل أن المشروعات المؤسسة تساهم فيها تكون مشاريع تنموية تساعد القرية في التنمية وساعد السيدات دول أن يقدروا يحققوا دخل مستمر ويرفعوا من إمكانيات الدخل بتاعهم ونمكن المرأة خاصة المرأة المعيلة أنها تقدر تسرف على أسرتها وخاصة في الخرى النائية في محافظات مصر ومحافظات السعيدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة